شو بقى على موضوع الحلقة أمراض الصيف وأمراض التكيف إحنا دلوقتي طبعا أنا بعاني من التكيف العالي اللي داخل الستوديو وده بيفكرنا بفكرة مرض التكيف يمكن تسألنا فيه قبل كده ولكن ما هو مرض التكيف ممكن نتعرض لتكيف وإحنا مش واخدين بالنا ويبقى عندنا نوع من ارتفاع درجة الحرارة وصداع وقلم وحرارة مجهولة المصدر اللي فيه كحة ولو فيه واجع في الزور وينتهي الدور على إنه حاجة بسيطة أقولك ده أنا جاري برد مكسر عظمي وانتهى الموضوع دي حاجة اسمها مرض التكيف ده بيجي عن طريق بكتيريا اسمها ليجيونيلا ليجيونيلا دي ما بتعيش غير في المجاري المائية الباردة المجاري المائية الباردة أكثر وده تم اكتشاف هذه الليجيونيلا سنة 1976 لما كان حصل يعني وباء كبير في أمريكا في هذه القسم طب إحنا ممكن نشوفها إزاي أو أشكالها موجودة إزاي هي ممكن أول عرض لها أن نروح نحلل بالصدفة أنا عندي دور برد وعندي ارتفاع في إنزيمات الكبد دور برد وارتفاع في إنزيمات الكبد كحة واجع في الزوري وارتفاع في إنزيمات الكبد خلل في وظيف الكلاه أحيانا دي حاجات نادرة لكن ده بيحصل الحقيقة بالصدفة بنقابل هذا الكلام الطبيب المتمكن بيقدر يفهم هذا الأمر بشكل واضح لكن الشكل التقليدي لهذا المرض مرض التكيف صدع ارتفاع في درجة الحرارة واجع في الزور كحة وإسهال كحة وإسهال مغس في البطن وإسهال ده الشكل التقليدي إحنا بنقدر نميزها لما بيكون عندنا عرض باطني عرض جهاز هضمي مع عرض كحة ده بيبقى البكتيريا اللي اسمها الليجيونيلا لكن هي أحيانا ده بيمثل حوالي 80% من هذا العرض إحنا دايما بنلجأ إلى العلاج بالمضادات الحيوية بشكل سريع لكن قبل ما نتكلم إلى كلمة المضادات الحيوية في قصة مرض التكيف هم حاجة إن إحنا وإحنا بنتعرض للتكيف لازم نكون يعني عاملين صيانة بتاعت التكيف عاملين غسيل لدورة التكيف مش مطلوب أكثر من ذلك ده بيزود كفاءة التكيف وفي نفس الوقت بيقلل فرصة انتقال هذه البكتيريا مشكلة هذه البكتيريا لو حد كبير أو طفل صغير تعرض لها ممكن يجينا بشكل صداع وضوخة بنشك إن هو التهاب حمى شوكية أو صحائي يعني هي دي بس المشكلة أحيانا علما بإن العلاج بتاعها بسيط وما بتصلش إلى هذه الدرجات من الحاجات اللي بتميزها ودي اللي بنقولها يمكن للأطباء لو هم بيتابعونا بعيدا عن التحليل التقليدية أو التحليل التأكيدية لهذا المكروب لو عملنا اختبار السوديوم والبوتاشيوم في الدم وجدوا دي نوع من البكتيريا بتنزل لنا السوديوم في الدم بتاع أقل من 130 ميلي إكويفلن يعني هي بتباني يعني بس إحنا طبعا ما بتختلفش معنا زي ما أجي ححكيلكوا دلوقتي على النزلات بتاع الصيف والهدف مش منها إن أنا أحكيلكوا على النزلات المعوية الحقيقة بقدر ما الهدف إن أنا أكلمك على التغذية الخاصة بهذه النزلات المعوية يعني لما بيجينا نوع من النزلات المعوية سواء الفيروسية نفس الكلام دا اللي أنا بحكيلك عليه إن الهدف مش بس يعني إن إحنا دا جالي بربرد لا برضو أبعارف دا إيه وإيه اللي بيجيلي من هذا التكييف هل التعرض للتغذية لهوية هو اللي أدقى لهذا ولا نوع البكتيريا اللي بيعيش في هذه المجاري المائي نفس الفكرة اللي هكلمكوا فيها دلوقتي أمراض الصيف اللي هو كان فكرة أمراض الصيف يعني لو قدرنا طبعا نتواصل وقت الحلقة كافة هنقدر نتكلم على هذا الأمر أشهر حاجة فيه فترات الصيف بعد ما أولادنا بيخلصوا فيه ناس كتير جدا بتنزل حمامات السباحة فدي بتصب بعض الحاجات زي الأنواع محددة من البكتيريا ممكن تنتقل من حمامات السباحة ده شيء عادي جدا حتى أنقى وأنضى في حمامات السباحة ملهاش علاقة بشاي أمام يعني لكن فيه أمراض طبعا بتنتقل في حمامات السباحة اللي هي غير مجهزة أو غير نظيفة لكن احنا بنتكلم على أن احنا مفترضين كل الأشياء الحسنة